السلام عليكم الجزء الخامس من الأسس اليوم راح نشوف قاعدة طرح الأسس متى نطرح الأسس نبدأ بالقواعد الأكس للأس A تقسيم الأكس للأس B معناها الأساسات متوحدة فنطرح الأسس نقول A ناقص B والقاعدة الثانية شفناها X أس سالب A هي واحد على X أس A يعني باخد هذا باكتبه واحد عليه بس بشرط أحول هذا الإشارة فإذا كانت الإشارة سالبة تنزل موجبة وإذا كانت موجبة تنزل سالبة ناخد الأمثلة ناخد مثالين مع بعض 5 أس 2 تقسيم 2 أس 2 فالأساسات متوحدة فبيكون 2 وبطرح الأسس باقول 5 ناقص 2 معناها 2 أس 3 و 5 أس سالب 2 عشان أطبق هذه القاعدة فبقول 1 على 5 أس 2 الآن 3 أس 6 تقسيم 3 أس 4 الأساسات متوحدة فبقول 3 أس 6 ناقص 4 واللي هو 3 أس 2 الآن سالب 4 للأس 5 تقسيم سالب 4 للأس 4 سالب 4 بخليها بين قوسين مثل ما هي فبقول 5 ناقص 4 اللي هو سالب 4 للأس 1 والأس 1 لا يكتب إذن الجواب سالب 4 الآن شلت الأقواس لأنه ما في شيء أس لو كان ضل الأس مثل 2 رح أضل بالأقواس نفسها 5 أس 4 تقسيم سالب 5 أس 2 الآن الاثنين عدد زوجي وقلنا إذا عدد زوجي فهذا كله رح يتحول إلى موجب فبشيل السالب إذا كان عندك أس وكل العدد بإشارته بين قوسين على طول شيل السالب بشرط أن الأس عدد زوجي فهذا بيكون 5 أس 4 تقسيم 5 أس 2 الآن كأنه سؤال جديد الأساسات 5 فبقول 5 أس 4 ناقص 2 اللي هي 5 أس 2 الآن 8 أس 8 تقسيم سالب 8 للأس 3 الثلاثة عدد فردي الفردي من ناحية السالب رح يحافظ على السالب فكأني بكتب 8 أس 8 تقسيم السالب رح أخلي وهي 8 أس أس 3 فالسالب هذا يتحول في البداية رح أخليه الآن بقول 8 أس 8 تقسيم 8 أس 3 فهي عبارة عن 8 أس 8 ناقص 3 والسالب رح أحافظ عليه فبقول سالب 8 أس أس 5 2 أس 4 تقسيم 4 أس 2 الآن هذا الأساس 2 لكن هذا الأساس 4 فالأربعة بحولها دائما بمسك الكبير وبحول أس صغير أي عدد يقسم على نفسه بواحد لكن إذا أنا بطبق القاعدة 2 أس 4 ناقص 4 بتساوي 2 أس صفر فالاثنين الصفر هي واحد هذا رح يكون سؤال في فيزيو قادم إن شاء الله ورح نثبتها مع بعض ليش أي عدد للأس صفر يساوي يساوي واحد 5 أس 3 تقسيم سالب 5 أس 4 فهذه عبارة عن إيش عبارة عن 5 أس 3 تقسيم الآن هذا سالب 5 والأس 4 والأربعة عدد زوجي فهذه عبارة عن 5 أس أس 4 5 أس 3 تقسيم 5 أس 4 هي عبارة عن 5 أس 3 ناقص 4 معناها 5 أس سالب 1 فهذه عبارة عن إيش حسب القاعدة اللي أخذناها في السلايد اللي قبله هي عبارة عن 1 أس 5 أس 1 اللي هي 1 على 5 أس 1 عفوا بدون أس ما يحتاج أن يكتب الأس مرة تانية فهي عبارة عن 1 على 5 سالب 4 أس 6 تقسيم 2 أس 5 أول شي بتخلص من السال ليش؟ لأن أس 6 عدد زوجي فبقول هذه عبارة عن 4 أس 6 تقسيم 2 أس 5 الآن الأربعة بتكتب على أساس أنها عبارة عن 2 أس 2 فهذه 2 أس 2 لكل أس 6 تقسيم 2 أس 5 الآن أس فوق أس مثل ما شفنا المرة الماضية كيف نسوي فيهم ونضربهم فنقول 2 أس 12 تقسيم 2 أس 5 فبطرحهم الآن بقول 2 أس 12 ناقص 5 فبتساوي 2 أس 7 125 أس 4 تقسيم سالب 25 أس 2 للتنين عدد زوجي فهذه 125 للأس 4 تقسيم 25 للأس 2 شلت السالب الآن 125 بعرف أنها عبارة عن هل هي 25 أس شي؟ لا يعني ما بقدر أكتب 125 عبارة عن 25 أس شي بس أنا بعرف أن 125 وال25 عبارة عن 5 أس شي فالـ 125 هي عبارة عن 5 أس 3 للكل أس 4 تقسيم 25 هي عبارة عن 5 أس 2 للكل أس 2 فشلت 25 وكتبت مكانها 5 أس 2 الـ 125 حطيتها 5 أس 3 الآن بضرب الأسس اللي فوق بعض 5 أس 12 تقسيم 5 أس 4 فمن باجي بطرحهم بقول 5 أس 12 ناقص أربعة فهي عبارة عن 5 أس 8 الآن 2 أس 9 على 2 أس 3 وسالب 2 أس 4 لوجود الأربعة فالأربعة عدد زوجي فبقول 2 أس 9 تقسيم 2 أس 3 ضرب 2 أس 4 الآن في عندي طريقتين ممكن أجمع هذا الثلاثة والأربعة فبقول 2 أس 9 على 2 أس 7 فمن باجي بطرحهم بقول 2 أس 9 ناقص 7 فهي عبارة عن 2 أس 2 أو من البداية بقول 9 ناقص 3 فيها 6 ناقص أربعة لأن الأربعة بموجود بالمقام فبالتالي هي عبارة عن 2 أس 2 2 أس 4 ضرب 3 أس 4 الآن الـ 2 لا بقدر أكتبها عبارة عن 3 أس شي أو الثلاثة بقدر أكتبها عبارة عن 3 أس 2 أس شي فهذه لا تبسط يعني هذه أبسط صورة فبقول هي نفسها 2 أس 4 ضرب 3 أس 4 الآن الـ 4 أس 2 سالب 2 أس 5 و 3 أس 9 الآن الأربعة بعرف أني بكتبها عبارة عن إيش 2 أس 2 2 أس 2 ضرب سالب 2 أس 5 الخمسة الخمسة فقط تأثيرها على 2 على 3 أس 9 الآن السالب هاي بكتبها بالبداية 2 أس 2 ضرب 2 أس 5 هي عبارة عن 2 أس بجمعهم 7 على 3 أس 9 ما في أي شي مشترك مثل هذا الإكزامبل اللي أخذنا ما في أي شي مشترك بين الـ 2 والـ 3 وذلك ما تبسط هذه أبسط صورة 3 أس 2 على 1 أس 2 الآن الثلاثة أس 2 بخليها 3 أس 2 1 أس 2 1 أس 3 1 أس 5 1 أس 5 1 أس مليون هي عبارة عن 1 لأنك راح تضرب الواحد بنفسه عدد المرات فهي عبارة عن 1 وأي عدد أقسمه على الواحد هو نفسه العدد 3 أس 2 ترجمة نانسي قنقر